الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم هذه نهاية سيرة النوح عليه السلام في سورة قود وتقريبا في 13 سورة غير هذه السورة جرى ذكره قصة النوح والعبر التي يمكن أن نأخذها لأنفسنا في حياتنا قلنا أن السفينة صنعت بأعيننا كما قال القرآن ووحينا وقد نزل جبرائيل حتى بالمسامير التي يلزم على نوح أن يستفيد منها في السفينة الخريطة، الطول، العرض، الارتفاع كلها مذكورة في الروايات التاريخية وقد أشرنا إليها طيب هذه السفينة انبثقت على الظاهر حسب الروايات التاريخية انبثقت وانطلقت من الكوفة وسابقا عندما كنا نرى عندما كنا نذهب إلى مسجد الكوفة كان في وسط المسجد حوض وفيه بئر أتصور كانوا يقولون هذا مكان سفينة نوح هذا الانطلاق فجأة صار وفارت تنور قلنا أن التنور كان مشتعلا وكانت أمه كنعان أو الزوجة الأخرى تطبخ أيضاً كانت هذه معجزة يعني في تنور فيها نار شلون يجي ماي هذا النوع من الانذار الأخير كان لقوم نوح نوح استعجل بسرعة ركب الحيوانات وركب أصحابه إلا زوجته أم كنعان وكنعان الذين كانوا كافرين أما أهله أي الزوجة الثانية الصور اسمه عمورة وسام وحام ويافث أولاده وعشرته والقلة القليلة من أتباعه المخلصين الذين بقوا ولم يرتدوا وصبروا مع نوح مع ارتداد الكثيرين الكثيرين من أصحابه استجيروا بالله طيب انطلقت السفينة وين راحت حسب الروايات التاريخية أيضاً ألا كانت تطوف هكذا أمواج كانت تأخذ السفينة أمواج كالجبال كما قرأنا في القرآن يعني مرتفعة جداً تأخذها يميناً وشمالاً طافت كثير من البلدان حسب الروايات وحسب الآيات التي نقرأها بعض الناس يقولون أن هذا الطوفان كان في المنطقة فقط في منطقة الشرق الأوسط لا أكرم أو العراق وما والاها أما الآيات تشير إشارة لأن كلمة الأرض الأرض تشمل كل الأرض أن الطوفان كان عامة أو عاماً لكل الكرة الأرضية في التبدل حضاري ومدني بأمر من الله ومشيئة منه لازم تحدث في الكرة الأرضية إنقلاب يصير كل شيء يتغير يبقى شنو الأرض مستعدة أن تنمو فيها النباتات الأرض موجودة الأرض شنو تحتاج؟ تحتاج تربة شمس ماء ورعاية حتى النباتات السلام عليكم النباتات والأشجار تنمو أما الأشياء التي يجب أن يحافظ عليها شنو كانت؟ البشر المخلصون الباقون المتيقنون المؤمنون هذول يبقون الثلة الصالحة لبناء الكرة الأرضية مرة أخرى والحيوانات لأن الحيوانات إذا هجت طوفان والسيل وكلهم هلكوا بعد مشكلة صيد إلى أن مرة ثانية الله يخلقهم مرة ثانية فأمر نوح سلام الله عليه بحفظ هذه الحيوانات وحفظ الثلة المؤمنة من الرجال والنساء الذين بقوا معه هذول ركبوا السفينة حسب الروايات أن هذه السفينة طافت المدة التي مذكورة في الكتب التاريخ أنا ما أقول حتما دائما أقول الأشياء التي نجدها في القرآن وفي الروايات الصحيحة السند هذه ملاحظة يجب أن نلتفت إليها دائما كل شيء ورد في القرآن صراحة وورد في الروايات الصحيحة السند من الرسول والأئمة عليه السلام نقبلها بقية الأمور نسردها هكذا يعني نحكيها من باب الاحتمال لأن مو متيقنين منها وبعضها روايات ضعيفة السند يعني ما إلى سند قوي من تلك الروايات أن السفينة هذه سفينة نوح ستة شهر كانت تطوف سلام عليكم تجري هالشكل في كل العالم في كل كرة الأرضية من ستة أشهر المأونة منين الغذاء الطعام طبعاً أحنا ندري أن نوح أمر بجمع الطعام للحيوانات هي السفينة تلت طوابق حسب الروايات التاريخية ألفين ومائة الزراع طولها فقط وثمانمائة الزراع ارتفاع عرضها ومدرج قيد ارتفاعها وثلاث طوابق بها حيوانات مفترسة حيوانات أليفة البشر في السفينة عملاقة غير طبيعية بعد بوحي الله بعد بعمر الله حتماً ما أخذوا يا طعام بس هل ستة أشهر ما ندري هاي الروايات التاريخية تقول هكذا كانت تجري بالأمواج تأخذها من هنا إلى هناك الروايات التاريخية كما قلت مو متيقنة قلت صافت الدنيا كلها مو شكل الطوف إلى أن وصلت في الأخير إلى الكعبة إلى مكة المكرمة الكعبة إخواني أساسها من آدم عليه السلام لأن في الروايات أكو أن آدم طاف حول الكعبة بعد آدم منه يجي شيث أو شيث ابنه بعده إدريس النبي بعد إدريس يأتي نوح عليه السلام يعني نوح من أحفاد إدريس إدريس من أحفاد آدم وكلنا من أحفاد آدم هناك لما وصلت السفينة إلى الكعبة لم يجدوا الكعبة الكعبة مو موجودة ليش؟ لأنه فيها ماء بعد رفعها الله تكريما لها إلى السماء يعني هذا البناء الله رفعها ولذلك من ألقاب الكعبة نقول البيت العتيق عتيق يعني شنو؟ يعني أعتقها الله من الغرق ما خلها تقرق لأن هذا البيت يجب أن يبقى فطافوا حول المكان فقط سبعة أشواط السفينة كانت تطوف حول الكعبة حول موقع الكعبة أساس الكعبة خلصوا الطواف بعد الصفة ومروة ماكوا ذاك اليوم سعي الصفة والمروة بعرفات منها بعد ماكوا في الروايات ما موجودة يعني لأن أتصور هذه من زمن إسماعيل صارت عليه السلام عندما ارتقت أم إسماعيل هاجر عليه السلام بين جبلين بين الصفة والمروة سبعة مرات تفتش عن الماء هذه السنة جرت من ذاك اليوم وأما الذبح ومنا أيضا من قصة إبراهيم وإسماعيل والمنامة التي والرؤية التي راهاها شوفوا الله يقدس هذه الأمور يجعلها مقدسة وخالدة في التاريخ الديني يعني إبراهيم عليه السلام أمر في رؤياه الصادقة لأن الرؤية النبي وحي من أنحاء الوحي الرؤية بس مو إلي مو إلك نحن نشوف أضغاث أحلام من وقت اللي ننام نشوف أحلام إلى أن نقوم كلها باطلة إلا القليل 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 ولذلك أنا دائما أقول لذول اللي يخابرون يقولون شايف حلم سيدنا أغلبها باطلة ما لها قيمة إلا القليل جدا الرؤية الصادقة للأنبياء وحل رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه هذا أمر القصة معروفة هذه العملية فداء ابنه وقبول ابنه للفداء هذا صار شنو سنة إلهية عندما أتى بعد إبراهيم أنه عندما ترحون بالحج روحوا إذبحوا خروف روحوا في منام كذلك هاجر عندما سعت بين الصفا والنر حسنا نرجع لكلامنا سفينة نوح كلامنا كانت في استفينك سفينة نوح دارت دارت أشهر كما يقال إلى أن وصلت إلى مكة وطافت البيت فقط مكان البيت لأن الكعبة ارتفعت إلى السماء بعدين نزلت ولذلك تسمى البيت العاق طيب وين راحت هذه السفينة الآية تقول قيل يا نوح بط بسلام من منا في القرآن إخواني عادة هالأمور الجزئية متجي وين متى التاريخ شوكت يعني مو كتاب تاريخ القرآن عندما يشرح قصة النوح قصة الأنبياء مو معناته أنه كتاب تاريخي شوكت إجا سلام عليكم شيخنا شوكت في أي يوم حتى في التاريخ مذكور أنه في شهر رجب كان الطوفان مثلا شو مدريني صار في شهر رجب أو لا المهم ليست الجزئيات والفروعة أنه في أي يوم صار الطوفان تاريخ يخلهم في أي موقع صار في أي يوم هبطت السفينة أو رست السفينة رأساً يقول قيل يا نوح هبط بسلام هذا هو التاريخ الديني أو الروائي يجي يشرح بعض الأوقات من تلك التواريخ الدينية الروائية أن سفينة نوح هبطت في النجف خب هنا أنا أكون نزاع تاريخي وجغرافي إذا صح التعبير بين العلماء أنه بعض يقولون لا في الموصل بعض يقولون في آرارات من جبال وهذه أرمينيا واحد يقول في روسيا نحن ما ندري ليس المهم عندنا أن نعلم بالدقة وين رست السفينة المهم العبرة من القصة نأخذ عبرة من قصة نوح من هذه القصة الأليمة للبشرية أن البشرية كلها غرقت بفعل فراعنتها بفعل ظلمتها بفعل فسقتها بفعل كفرتها هذا مهم أما وين نزلت هل شيء هذا أكو في تسيد في النجف من أصدقائي عنده تحقيق حسب تعبيره بيولوجي مو شكل شاكنا أنت تعرف الكلمات الإنجليزية أكثر بيولوجي يعني الأرض وما للتراب وما للتاريخ البيولوجي يقول أنا حققت تاريخيا وعلميا أن السفينة رست في النجف وهذه البحر الموجودة أيضا بقايا ذلك الطفة لسه يمكن هذا صحيح المهم رست هناك الآية فقط تقول نبدأ من الآية قيل يا نوح اهبط بسلام مننا لتخاف بعد حتى في الرواية التاريخية أكو أنه كان جبلا كان هناك جبل في النجف بقايا التلال أنا شفت مرة رحت وراء مقام أمير المؤمنين صوب البحر شفت أكو نوع من التلال القديمة هو السيد كان يقول أكو أشياء منحوطة هناك أصلا المهم فجؤ جؤ السفينة يعني رأس السفينة استدمت بهذا الجبل هذا وقته رسو السفينة نزول السفينة فاضطرب الناس كلهم وتوسل نوح بالله سبحانه وتعالى طبعا عبر أولياء الله حتى نوح كان يتوسل بمحمد وآل محمد والله والصلاة والمهد والمهد وبالمناسبة اليوم شفت للبارحة ما قلت هذا الشيء همزيا نقول أنه المسامير اللي جابها جبرائيل من السماء لصنع السفينة والخريطة والمساحات كلها بوحينا بأعيننا ووحينا القرآن يقول إذن مسامير بقد خمس مسامير أخيرة قال هذه لازم تحطها في المكان المعين في صدر السفينة في صدر السفينة فعندما أراد نوح وجبرائيل يعلمه أن يغرس هذه المسامير قال هذا المسمار الأخير الخمسة المسمار الأول باسم نبي آخر الزمان محمد صلى الله هذه بها رواية ومو بعيدة بشنو بها يعني كل الأنبياء كانوا يتوسلون بالعترة الطيبة والثاني باسم علي اللهم صلى على محمد والثالث باسم سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله والمسمار الرابع باسم الحسن المجربى عليه السلام وعندما أراد هذه في الرواية موجودة وعندما أراد نوح أن يغرس أو يجعل المسمار الخامس خرجت نداوة نداوة يعني رطوبة فتعجب نوح قال يا جبرائيل هذه نداوة الحمراء شنها قال هذا المسمار باسم الحسين صلوات الله عليه الله وصلا فذكر جبرائيل لنوح قصة استشهاد الإمام الحسين وبكى نوح يعني نوح بعد آدم لأن آدم أيضا بكى لقصة مولانا الحسين هناك صارت قرائع وعزاء للإمام الحسين طيب هذه ما تذكر في القرآن عادة يعني هاي تفاصيل تذكر في الروايات والأخبار والأحاديث أما أصل القضية شنو قيل يا نوح اهبط أمر للسفينة ولكن بمعنى الحال والمحل حسب تعبير البلاغي يعني يا سفينة تهبطي بمن بمن نوح بالنوح ولذاك الأمر يجي إلى ربان السفينة كأن نوح هو الربان هو الذي يقود السفينة يا نوح بط بسلام مننا أول شيء سلامات أنت تصور أن فيضان عارم معادي يعني هذا الفيضان كما يقول بعض العلماء الجدد أيضا أنه فريد في الدنيا يعني ما صار مثله أن كل الكرة الأرضية تنقلب بهذا الشكل السماء لا تمطر فقط لا في الروايات موجودة أنها فتحت السماء أفواهها وقالت بماء منهمر كما في أي ثانية يعني الماء كان ينزل الشكل وقطرات تجي الأرض كانت تعطي ماء من عيونها في شكل تفور يعني في شيء عذاب كان الآن بعدين السفينة تريد أن ترسوا وين نروح وين أكل الحيوانات وين نودي الآن كل الأماكن رطبة لتخاف يا نوح اهبط بسلام منا احنا نخلي لك في سلام يعني نرتب لك كل شيء وبعد وبركات البركات تأتي من الله على من هنا شوية دققوا وبركات عليك لأن لي أنت وعلى أمم من من معك هنا العلماء التفسير قالين أمم يعني الحيوانات والبشر اللي كانوا وياه خب صحيح ولكن آية تشير من من معك يعني الأمم التي سوف تأتي من 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 يعني بعض من البعضية التبعيض يسموه من معك يعني أكو وياك ثمانين نفر مثلا وزوجتك وابنك أو أولادك الثلاثة الطيبين والقوم اللي وياك هذول مو معناتك انتهى الاختيار والاختبار لا هذول الزبدة الذين بقوا مخلصين ومخلصين بقوا وياك مؤمنين متأقنين الآن الكرة العظية طاهرة صارت ما به شي ليش لأن هذول الثلة كلهم زينين بكرا شي صير هذول يتوالدون يتناكحون يتوالدون يتناسنون صير ذرية كما يقال أنه ثلاثة من أولاده مادي لحام راح وين سام راح وين يافث راح وين انتشر انتشرت البشرية هذول اللي ممن معك هذول على بعضهم تأتي بركات انظروا إلى الآية وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ليش تتمت الآية وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عديد يعني الناس هاي نفس الشي قسميا يصيرون بعد السفينة بعد الرسول السفينة بعد نشات نوح وأهله يصيرون قسميا قسم يهتدون يبقون الناس الجديد الجيل الجديد اللي يجي أنا اليوم شنت أقرأ هذا فكرت بعصرنا خب احنا مؤمنين إن شاء الله متدينين إن شاء الله ملتزمين إن شاء الله أولادنا شنو أولاد أولادنا شنو أولاد أولاد أولادنا شنو من الدني نستجير بالله مع هذا الزخم الفاجر الفاسق الذي يغزو بلادنا وأفكارنا ومدارسنا وجامعاتنا وحتى بعض الحوزات وأمم سنمتعهم نعطيهم متاع دنيا لأن نوح بعد مارست السفينة بدأ بتشييد بنيان بالنتيجة في الأرض موجودة طين موجود ماهي موجود يمكن أدوات الزراعة أهمات وياها في السفينة أدوات البناء موجود ومدنا المدن كما في الروايات التاريخية سوى مدن حضارة سوى مدنية سوى لأنه مو سنة وسنتين مئات السنوات اللي بقى بعد يرسوه استفينة عفوا إذا هو ما سوى أولاده سوى أحفاده سوى سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم لأنها القسم الثاني ممن معك وعلى أمم ممن معك هذول بركات ينزل عليهم على بعضهم أما الجيل البعض إذا ما لحقت يا نوح أو يا أولاد نوح هذول يمكن يفسقون مرة ثانية وبالفعل عندما نقرأ التاريخ استجيروا بالله يقولون عندما مات نوح عليه السلام يستفيه موتى قصة لطيفة وقضية معبرة بس ماكو قتلان عندما أراد أن يحتضر جمع أولاده وأحفاده مثلا وأقرباءه وشيعته ووصاهم بهود عليه السلام في سورة هود نقرأ إحنا ومن باتشر نقرأ إذا بقينا أحنا نقرأ قضية قصة هود عليه السلام يعني بالتسلسل هشكل جاي آدم شيث أو شيث إدريس نوح بعدين هود يأتي طبعا هنا يقولون أكو فترة أيضا عادا الأولى يعني أكو عاد قسميا يعني عاد هود قومه هود وعاد البائد إذا ما علينا بكرة يمكن نشرح هذا المهم نوح وصى بهود بعد ما مات نوح وانتشر البشر الأحفاد كثرة والناس الزاد من حبهم شوفوا الشيطان منين يجي من حبهم لنوح سووا صور تماثيل ليش التماثيل عندنا في الإسلام بعض يقولون محرمة مكروهة ليس سووا تماثيل لهذا السبب سووا تماثيل بشكل نوح شوية شوية قاموا يعبدوها صارت الأصنام عبادة الأصنام مناك بدأ لأن نوح دمر عبادة الأصنام خلصت للتوفار خلص كل شي بعدين كرر هذا إشارة إليه وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم هنا تنتهي قصة نوح عليه السلام في سورة هود عليه السلام تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك يا رسول الله هذا خطاب للرسول تلك يعني هذه القصص التي ذكرناها في قصة نوح تلك من أنباء الغيب يعني غائب عنك وعن قومك نوحيها إليك ده نوحيها يعني نعطيها بالقرآن يجيبها إليك للعبرة ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أنت يا رسول الله ما كنت تعلم إذن بس نشرح هذه الآية ولا قومك قريش ما كانوا يعرفون هذه العرب ما كانوا يعرفون هالقضايا بالدقة فاصبر إن العاقبة للمتقين شنو رابطة بالآية يعني كل هالقصة اللي ذكرناها ليست لسرد القصة يعني مو للتسلية أيام اللي جنة صغار أمهاتنا شنو كان يحكو لني كانوا يحكو لني قصص الأنبياء إذا أذكر هذا الشيء يقنون قصة نوح إلى أن ننام خب هذه اللي تسلية لطفل كان أما القرآن شي يقول يقول هاي الأشياء اللي ذكرناها فاصبر إن العاقبة للمتقين يعني خذ العبرة أنت الآن في عام الحزن لأن سورة هود نزلت بعد عام الحزن بعد وفاة أبي طالب وخديجة عليهما السلام والمسلمون في في ظنك وفي شدة من قريش اصبر لا تخاف نوح كانوا يضربونه ويقع أمام بيتي ثلاثة أيام مغمى عليه فاصبر إن العاقبة للمتقين خب هنا نأتي إشكال يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ولا قومك عادي الناس ما يعلمون الغيب ونحن ندعي أن الأنبياء يعلمون الغيب شوفوا إخواني إحنا ندعي شيئين أو نعتقد منا ندعي نعتقد شيئين أولا أن الأنبياء معصومون يعني يجب أن يكون النبي والوصي والإمام معصوم عن الزلل والخطأ والاشتباه والذنب هذا لا شك فيه أما لا ندعي أن الأئمة والأنبياء يعلمون كل شيء من دون تعليم الله ما يصير شيئان عندهم الأنبياء أو الأئمة العلم والقدرة العصمة غذاتية ما يلقى حد شيء شيئين عندهم علم وقدرة هالعلم والقدرة منين من الله إذا أعطاهم القدرة يقتدرون إذا أذن لهم في الاستفاد من القدرة يستفيدون إذا لا لا الدليل شنو الدليل أنه الأئمة كلهم كانوا مقتدرين على دحر أعدائهم ليش ما سبقوا وقتلوا وسجنوا وعذبوا واحد بالسم واحد بالسيف ليش لأنه لم يؤذن لهم بالاستفاد من قدراتهم الثاني العلم العلم من نفس الشيء إذا أعطاه مقدارا من العلم يعلم إذا ما أعطاه ما يعلم شوفوا الآية ما كنت تعلمها أنت يا رسول الله أنت ما كنت تعلمها الطبيعي ما كان يعلمها نحن من نقول أن النبي يعلم بذاته واستقلالا إذا علمه الله يعلم إذا ما علمه الله لا يعلم شلون يعلمه بالوحي واضح لو أكرر وصل على محمد الله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين العاقبة الحسنة تكون للمتقين فقط هم كعادتنا في كل ليلة نقرأ موعظة الليلة الموعظة فريدة لأنه الموعظة من إبليس إشنون من إبليس إبليس يعظ نعم أتى إبليس إلى نوح عليه السلام بعد رسو السفينة واستقرار السفينة وكل الناس غرقوا وبقوا بس هل شم نفر أتى إبليس إلى نوح عليه السلام وقال له إن لك عندي يدا عظيمة أريد أن أكافئك عليها يد يعني عندك مكرمة أحسنتم عندك مكرمة عندي أنت استويت لخدمة أنت يا نوح حقيقة خدمتني قال لك لأنني خدمتك فاضطرب نوح اضطرب شيطان يقول له هاي شكل فاضطرب نوح سلام عليكم سيدي فاضطرب نوح عليه السلام من كلامه وقال مليد العظيمة التي لي عندك المكرمة اللي أنا نطيك والمساعدة اللي سويت لك والعون اللي عندك شنو هذي هذي مهمة هذي عظيمة يقول قال إبليس إنك دعوت الله على أهل الأرض فألحقتهم بالنار إبليس شغلة شنو أصلا شغلة أن يغوي ويضل الناس حتى شي صنون حتى لا يرحون للجنة شغلة هذا أصلا إبليس وأعوانه شغلهم الشاغل أن يغوي البشر حتى لا يفوز بالجنة وكلهم يرصيرون بالنار خلو نوح شوى نوح بعد ما أيس من القوم الله قال لا يؤمن بعد هذا أي أحد دعا عليهم كلهم كتلهم بالطوفان خلو بالنتيجة أنا يعني إبليس يقول أنا ارتاحت أنا كان ودي أن كلهم أوديهم للنار أنت خلصتني منهم فألحقتهم من نار في ساعة واحدة وصرت فارغا اليوم ما عندي شغل بعد ليش ما عندي شغل على نوح هو ما يقدر على زوجة نوح ما يقدر كانت تقية جدا هاي الزوجة الثانية على أولاد نوح كانوا أوصياء ما يقدر اللي بقوا مع نوح منه كانوا هذول هذول الثلة المخلصة الذين تغربلوا تغربلوا قلت لكم القصة بعد ثلاث مرات تغربلوا كثير منهم يرتدوا هذول بقوا يعني الصفوة الصفوة ما يقدر عليهم ولولا دعوتك لشغلت بهم دهرا طويلا الآن مرتاح فأنا اليوم مستريح لم يبقى أحد أغويه أو أغويه حتى ينشأ قرن آخر شوفوا ينتظر إلى أنجيل آخر يجي إحنا متدينين بس بكرة أولادنا شنو أحفادنا شنو لازم ندير بالنا قال نوح إنه ليبغض إلي يعني بغيض عندي أن يكون لي عندك يد أنا أصم ما أحب أنه مكر ما أعطيتك فما الذي تكافئني به هنا أنا أكو الرواية الثانية أن جبرائيل نزل وقال يا نوح اسمع كلامه الآن اسمع كلامه هنا أنا ما أكون فيها الرواية قال اللعين أذكرني في ثلاث مواطن أو ثلاثة مواطن ثلاثة أواكن دير بالك أنا أنصحك فأني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن أنا إبليس هناك حاضر أذكرني إذا غضبت الله أكبر أنا شايف هذا الشيء واحد لمن يغضب بعض الناس شايفهم بعد ما يفهم شيء أقول بعدين لمن ينتهي الموضوع أقول شنو صار قال اسود أمام عيني كل شيء ما فهمت بعد هذا الشيطان يحضر هناك قال اللعين اذكرني في ثلاثة مواطن فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن اذكرني إذا غضبت واذكرني إذا حكمت بين اثنين لذول القضاء لازم يدير بالهم وحتى المحامين واذكرني إذا حكمت بين اثنين واذكرني إذا اختليت بامرأة أجنبية وليس معكما أحد سواكم بعدين نصحة نصحة ثانية يا نوح إياك والكبر والحرص والحسن لث أشياء فإن الكبر هو الذي حملني على ترك السجود لآدم شنو خلاني ما أسجل لآدم تكبر خلقته من طين وخلقتني من نار أو خلقتني من نار وخلقته من طين فأكفرني جعلني كافرا وجعلني شيطانا رجيما هذا الكبر وأما الحرص الحرص هي أريد أريد بعد وأما الحرص فهو الذي حمل آدم على على الأكل من شجرة واحدة كان الله تعالى قد نهاه منها وقد أباح له الجنة كلها الجنة كلها لك يا آدم هذه الشجرة لتقربها الحرص خلقه يقرب إلى هذه الشجرة وأما الحسد فهو الذي حمل ابن آدم من قابيل على قتل أخيه من هابيل فقتله فشوف ثلاث أشياء الكبر الحسد الحرص عفوا الحرص الحسد يا آدم إذا وجدنا بلي فقتله بعدين يقول يا نوح عفوا يا نوح إذا وجدنا يعني إحنا الشياطين إذا وجدنا ابن آدم البشر شحيحا يعني بخيل أو حريصا واضح أو حسودا أو جبارا أو عجولا تلقفناه تلقف الكرة أكون نصيحة أحسن هذه حقيقة خوش نصائح حتى من إبليس الجبروت العجلة الحسد الحرص البخل هذن الأشياء مصيدة الشيطان فإن اجتمعت فيه هذه الأخلاق إذا كل اجتمعت فيه طاغوت سميناه شيطانا مريدا يعني يكون من شياطين الإنس اللي نقرأه في سورة الناس نستجير بالله من هذه الأخلاق الذميمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اكتساب الفضائل والأخلاق الحميدة اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحبين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 شكرا